نعم يعني دكتور تحدث بأنه هناك العديد من الدول التي ستتأثر من هي الدول أكثر تأثراً بالتغييرات البناخية وأيضاً تحدث بأنه في الشرق الأوسط تحديداً حدثني أكثر طبعاً يعني إحنا برضو لما نقول ما هي الدول اللي سوف تتضرر يعني كان الدراسات والأبحاث والتصورات والتقارير أنه يتكلموا طارة الدول الأفريقية أكثر تضرراً طارة مطقة الشرق الأوسط لأن فيها يعني الصحراء الكبرى أكثر تضرراً بعض الدراسات تحدثت عن المدن اللي هي لها سواحل خاصة مع المحيطات ستكون برضو من الدول الأكثر تضرراً ولكن نحن يعني في النهاية نجم نعود أن الجميع سوف يتضرر بنسبة متفاوتة ولكن الدرر سوف يعود على الجميع ولكن نحن نقول أن الدول الغنية أو الدول المتقدمة ستكون الأكثر قدرة على التكيف مع تلك الأصال لأنها لديها امكانيات مادية على رغم من أنها السبب نحن نحكي عن أن الدول المتقدمة وصناعية هي أكثر الدول المسببة لتغيرات المناخية والاحتباس الحراري لكن في المقابل أنت تتحدث عن أن الدول العربية والإفريقية والمنطقة منطقة الشرق الأوسط هي أكثر عرضة لماذا؟ طبعاً أيها فعلاً زي ما حضرتك أشارتي أن الدول الغنية وهي شملة الأوليات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين الصناعية الصين على فكرة أكثر دولة في العالم لها انبعاثات كربونية ثم الأوليات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي أكثر دول يعني مساهمة بشكل كبير في الانبعاثات الكربونية وظاهرة الاحتماس الحراري بل أن الدول الصناعية أو أكبر 17 اقتصاد على مستوى العالم يساهموا بشكل مباشر في 85% من تلك الظاهرة فإحنا كنا نقول للمنطقة العربية أو الشرق الأوسط الأكثر تضرورة طبعاً فيها مجموعة من الدول كبيرة جداً تطل على المحيط أيضاً البحر المتوسط فهذا طبعاً هينعكس على لما طبعاً إحنا كلنا عارفين ظاهرة زوابان الجليد في القطبين في القطب الشمالي بالفعل في القطب الشمالي وبالتالي لما ترتفع درجة الحرارة فيه جبال من الجليد بتمهر وتزوب في الماء أنا برضو عايز أقول أن الجبال المتجمدة دي دي موجودة منذ آلاف السنين وطبعاً بالفعل لما بنوصل لتلك الظاهرة تماماً يعني هو رح يكون في تأثير على حركة النقل والمواصلات كمان براً وبحراً وجواً ما تأثير التغيرات المناخية إلى أي مدى سيؤثر في العالم آه يعني آه بالنسبة لدرجة بالنسبة للمواصلات نقول هنا أن أي تغير مناخي سيترتب عليه أثار سلبية هذا ينعكس على البنية التحتية البنية التحتية أكيد ستكون متضررة ستكون متضررة من ارتفاع منسوب المياه طبعاً سيترتب عليه أن البنية التحتية في مدن ممكن يعني تدمر بشكل شامل شامل خطوط الكهرباء شامل الطرق شامل خطوط السكك الحديدية أكيد سيكون لها انعكاسات سيئة طبعاً على وصائل النقل المتاحة وعى الطرق طبعاً يعني أن كل متر سيرتفع في منسوب المياه هذا في مدن ستختفي بالكامل طبعاً للأسف المدن دي أما جئنا نتحدث سيكون هناك منها مصر سكندرية مهددة الدلتة مهددة تونس أيضاً مهددة الموريتانيا والمغرب المدن السحلية مهددة أيضاً الأردن من الدول المطلة على مشطأة بحار وطلع على مسطحات مائية مهددة يبقى كل المدن التي هي موجودة على مطلة على بحار والمدن دي كانت تعتبر أيقونة لدولها على فكرة لأن يمكن الدول يعني مثلاً إسكندرية المصر كل المدن الأخرى اللي موجودة في باقي الدول دي بتعتبر يعني أيقونة لتلك الدولة أو بتعتبر عاصمة صيفية فللأسف دي هيكون عليها درج كبير وها تكون من الملاطق اللي تتطرق ترجمة نانسي قنقر